اشتركوا في القناة قال السلام عليك يا فاغتمة فقلت عليك السلام قال إني أرد في بدني زعفا فقلت له أريدك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاغتمة ائتيني بالكسار اليمن فغطيني به فأتيته بالكسار اليمن فغطيته به وصرت أنزروا عليه وإذا وجهه يتلح له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فمن كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وكان السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمر تفعاتي فقال يا أماه إني يشم عندك رائحة تيبة كأنها رائحة جد يرسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكسار فعبل الحسن نحو الكسار وقال السلام عليك يا روه جداه يا رسول الله أتعزل ليندخل معك تحت الكسار فقالوا عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد عزنت لك فدخل معه تحت الكسار اللهم صلي على محمد وعلي محمد فمن كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمر تفعاتي فقال لي يا أماه إني يشم عندك رائحة تيبة كأنها رائحة جد يرسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسار فلن الحسين نحو الكسار فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتعزل ليندخل معكم تحت الكسار فقال لي عليك السلام يا ولدي ويا شاق عمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت الكسار اللهم صلي على محمد وعلي محمد فأقبل عند ذلك يا أبو الحسن علي بن عبي تالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا عبل حسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فرطمة إني يشم عندك رائحة تيبة كأنها رائحة واخي وابن عم رسول الله فقلت نعمها هو ما ولديك تحت الكسار فأقبل ألي نحو الكسار وقال السلام عليك يا رسول الله يتعزل لينأكون ما كم تحت الكسار قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيه وخليفتي وصاحب لوائه قد عزنت لك فدخل علي تحت الكسار ثم آتيت نحو الكسار وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتعزل لينأكون ما كم تحت الكسار قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزنت لك فدخلت تحت الكسار اللهم صلي على محمد وعلي محمد فلما اكتمل جميئا تحت الكسار أخذ عزي يسول الله بترف الكسار وعوم إيد يده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لعمهم لعم ودمهم ذمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حذق لمن خاربهم واستلم لمن ساعلمهم وعدو لمن عذاهم ومحب لمن أخبهم إنهم مني وعنام منهم فاجعل سواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ويثبانك علي وعليهم وعزحي وعزحي عنهم الرسة وتحرهم تكهي الله صلي على محمد وعلي محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويرسو كان سماواتي إني ما خلفته سماء مهنيتا ولا أرضا مضحيتا ولا قمرا منيلا ولا شمسا مزيئتا ولا نفل كي يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسريه إلا في محبتها أولا خمسة الذين هم تحت الكساء فقال العمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدل الرسالة هم فأتمتوا وأبوها وبعلها وبنوها الله صلى الله محمد الله صلى الله محمد فقال جبرائيل يا ربي أتازل لأن أحبتا إلى الأرض ليكون معهم سابسا فقال الله نعم قد عزنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالي يقرأك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إنما فلقت سماء مبنيتا ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولو فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزنا لندخل معكم فهل تعزن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحيي الله إنه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساب فقال لعزين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذحب عنكم الرس أحل البيت ويتحركم تكهيرا الله صلى الله عليه وسلم وعليه محمد وعليه محمد والذي بعثني بالحق نبيا وستفاني بالرسالة نجيا ما زكر قبرنا هذا في محفل من مهافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلاءة أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا والذي بعثني بالرسالة نجيا ما زكر خبرنا هذا في محفل من مهافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله عمه يا الله ولا مهدوم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا تالب حاجة إلا وقض الله حاجته يا الله فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة رحمة صلي على محمد وعلي محمد رحمة صلي على محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد آج بھی زينب کی آتی ہے صدابائی حسین آج بھی زينب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناغے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناغے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں غبرائی تھی ہندر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں غبرائی تھی ہنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ غبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا ہوں بروں کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا ہوں بروں بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہرہیں تھے آنکھ سے آنکھ سو تیری رخصد کے بعد بہرہیں تھے آنکھ سے آنکھ سو تیری رخصد کے بعد پھر کوئی آنکھ سو نہ ٹپکا آنکھ پتر آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین موسیقا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 زندگي اشتركوا في القناة 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 محر تنظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے دل بر محر تنظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے اکبر آ رہی ہے سواری پھوپی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آ رہی ہے سواری پھوپی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آ رولیں شاہ کربلا کو زندگی کا بروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے اے نرونی اکھانال دعا کرو یا عمر اللہ تجھے تیری عزت و زلال کا واسطہ ہم نے اسی طرح عزت داری امام حسین علیہ السلام کو بنانے کی ہمت اور توفیق امام حسین علیہ السلام کو نشاہ دانری حسین علیہ السلام صلى الله عليه وسلم قدر میں اور انشاءاللہ میں شرک روزن کی زیارت نصیب ہونے کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین سلوار بیٹھ دیئے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد شام کی آغار 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارے خالی کرتے میں مدفون غربا اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة شكرا في القناة